السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد بعنوان GY GY يعني Graphical User Interface سنتعلم من خلال هذا الشابتر كيف ننشأ واجهات هذا الشابتر هام جدا لأنه سيجعل البرنامج اللي حتكتبوه عنده واجهة إذن سيجلب انتباه المستخدم ويسهل أيضا استعمال البرنامج اللي حتكتبوه إذن Graphical User Interface makes the application more presentable يعني حتصير الابليكيشن عندها واجهة وتجلب أكثر انتباه المستخدم وتسهل استعمال الابليكيشن ال GY allows to create windows buttons menus text field animation إلى غير ذلك باستعمال ال GY سيكون بإمكاننا تصميم واجهات مثل هذه الواجهة سيكون بإمكاننا نضيف لها أزرار مثل ما تشوفوا هنا buttons menus إلى غير ذلك هناك العديد من ال classes التي يمكن استعمالها في ال GY سنرى البعض منها في هذا الشابتر من بينها ال G frame لإنشاء نافذة G button لإضافة أزرار إلى النافذة G label G text field G radio button G check box G menus هناك العديد من ال classes الأخرى لن نرى كل ال classes لأن عددها كبير جدا في هذا الشابتر لذلك يمكن أن تروحوا أقترح عليكم two websites إذن هذا الweb site وهذا الweb site يمكن تشوفوا أمثلة مختلفة كيف نصمى مواجهات سنتعلم أيضا في هذا الشابتر ال concept لل listener وال event عندما نضغط على زر مثلا نريد من ال application أن نسوي شيء معين هذا سيكون نستطيع أن نقوم به من خلال استعمال listener وال event موسيقى موسيقى